السيد وزير الاتصال السيد المدير العام للإذاعة الوطنية السيدات والسادة الحضور كل باسمه ومقامه أسرة الإعلام أصدقائي الصحفيين وأكد على هذه النقطة وسوف أفتح قوس بالتحدث عن هذه أن نعهد الموضوع بعد إلقاء الكلمة أسرة الإعلام كما ذكرت السلام عليكم الزلفلون مرة بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد وزير الاتصال زميلي وصديقي المحترم محمد بسلماني على الدعوة الكريمة ويسعدني أن أكون معكم اليوم لإطلاق هذا المشروع النموذج نعم نقول المشروع النموذج الذي اعتمدته مؤسسة الإذاعة الوطنية والمتمثل في تزويد وتجهيز المؤسسة بأول نواة لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية والتي تتزامن والتي تتزامن وعشية الاحتفال بالذكر الستين لاسترجاع السيادة على مبنى الإذاعة كما ذكرتموه والتلفزيون وإحياء أيضاً انطلاق ثورة أول نوفمبر المجيدة حيث يتعانق الحدثان الوطنيان في أروع صورهما النضالية العظيمة من أجل التحرير وبسط اليد على وسيلتين إعلاميتين أهمتين اليوم اليوم ذاكرتنا متجهة إلى كل الذين ضحوا من أجل هذا الوطن واستشهدوا من أجل الجزائر الغالية تاريكين العهد تاريكين العهد والأمانة وهي تحرير الوطن وحماية الاستقلال مهما كانت التحديات هذه هي رسالة شهداء الأبرار والمجهدين الأخيار وكذلك المناظرين الأطهار إن قناعتنا ثابتة في أن مؤسساتي الإذاعة والتلفزيون دائما ستكونان في مستوى الرهانات التي تميز الشأن الوطني والتي لا تقل مسؤولية وأكد لا تقل مسؤولية عن واجب النضال ضد قوى الاحتلال الغاشم خاصة والجزائر مقبلة على احتضان حدث تاريخها هو الدور الوحد وثلاثين للقمة العربية من واحد إلى ثنين نوفمبر القادم حيث ستكون الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيدة عبد المجيد تبون قد نجحت قد نجحت في استعادة وتكريس دورها الطبيعي والمؤثر على المستوى العربي عبر ديبلوماسية نشطة تعمل على تعزيز سبل التعاون والتوحيد الرؤى بشأن العديد من القضايا والتحديات وإن زيارتنا اليوم لهذه المبادرة النموذج لمدلالتها العميقة لمفهوم البيئة بل تمتد لتشمل البعد الطاقوي من خلال استخدام الطاقة الشمسية بتطبيقاتها العديدة والتي ستساهم في تجسيد التزام السيدة رئيس الجمهورية وهو التجسيد رقم 21 وحرصه الشديد من خلالها على إنجاح مثل هذه البرامج والارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة في الطاقات المتجددة حيث يهدف هذا البند أو هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على البيئة في إطار مبادئ التنمية المستدامة ويعتمد أيضا على النجاعة الطاقوية والطاقة المتجددة من خلال تضافر الجهود ولما نقول تضافر الجهود نقصد بها جهود الجامية دون استثناء والعمل ساويا في إطار التكامل المعزز للجهود المشتركة والمثمنة للفرص الوطنية المتاحة فموضوع البيئة والطاقات المتجددة يلعب دور كبير في تعزيز أمننا الطاقوي والنهوض بالاقتصاد والذي سيضع الجزائر إن شاء الله أيضا في موقع عالمي متقدم في مجال احترام الاتزامات الدولية أو التعهدات الدولية بشأن مسألة التغيرات المناخية فأصبح من الواجب اليوم تحسيس الكل تحسيس الكل حول الرهانات الكبرى التي تتماشى مع طبيعة والتحديات المستقبل ورهان نشر وتعزيز الطاقات المتجددة فمنها الشمسية وهو أحسن مثال هو تواجدنا معكم اليوم لتوفير والحفاظ على البيئة والتثمين مقاومات الجزائر الطبيعية وكذا مختلف الثروات التي تسخر بها وفي هذا الباب تعتمد وزارتنا على برنامج ثاري يتمثل في إطلاق حملات تحسيسية عبر فضاءات كالتلفزيون والإذاعة وهنا أحييكم هنا أحييكم على المرافقة الإعلامية الإحترافية الدائمة لقطاعنا الوزاري وأقول لكم بدون استثناء للجميع وللكل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم خاصة فيما تعلق بالعمل لإبراز الاستراتيجية الوطنية في مجالي البيئة والطاقات المتجددة وكذا التنمية المستدامة للرأي العام وها أنتم اليوم تتبنون هذه الاستراتيجية اليوم تتبنون استراتيجية وزارة البيئة والطاقات المتجددة بإطلاق هذا المشروع النموذج أيضا لا ننسى وسائل التواصل الاجتماعي والأيام الدراسية والتكوينية والغرض من كل هذا من هذه الحملات والاعتماد على السلوكات الحسنة في اقتصاد الطاقة وتحضير الناشئة دائماً نحن نؤكد على هذه النقطة تحضير الناشئة على الترشيد في استهلاكها أهنئكم على هذا القرار صديق للبيئة وجعل مبناكم مجهز بالطاقة الشمسية ومن هذا المنبر أدعو كل الهيئات لتعميم المبادرة مع الحرص على تكوين الجيل الجديد الذي سيشارك في بناء الجزائر الجديدة باعتماد سلوكيات سليمة كما لا يفوتني بالطبع أن أعبر عن مشائر التقدير والامتنان مرة أخرى لأسرة الإذاعة والتلفزيون متمنية لهم أو صحح متمنية لكم التوفيق في أداء مهامكم النبيلة وأهنئ كل المنتمين لمؤسستكم في يوم كما هذا شكراً لكم وشكراً لحسن الإصغاء والسلام عليكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم